ونبقى في إقليم وادي فيرا وهذه المرة لإنطلاقة المشروع الموسمي لعام 2017 والذي يطل في إطار خطة الحكومة حول تحسين إنتاج الزراع كانت مناسبة رأس أيضا محافظ بيلتين أحمد داري التفاصيل التالي لمحمد الأمين أحمد انطلقت أعمال مشروع الدعم الموسمي لهذا العام بمحافظة بيلتين والذي ينفذه برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع منظمة كيرة الدولية وذلك يدخل ضمن الجهود الإنسانية المبذولة في دعم ومساعدة الضعفاء في تقديم الدعم اللازم والنضال ضد المجاعة وضمان الأمن الغذائي للسكان وبهذه المناسبة تحدث ممثل البرنامج الغذائي العالمي آماد سوكوري والذي أوضح بأن المشروع يأتي نتيجة لانخفاض الإنتاج الزراعي في الموسم الماضي وكذا الصعوبات التي يواجهها الضعفاء في توفير الغذاء مؤكدا بأن المشروع سيقوم بكفالة أكثر من 700 ألف من الشرائح الضعيفة من سكان محافظات بلتن وأضاف بأنه سيتم تحديد المعيشة طبقا لمعايير الأسرة الضعيفة بجميع المناطق بالمحافظة خاصة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6 إلى 23 شهرا إضافة إلى النساء الحوامل والمرضعات في كلمته الافتتاحية محافظ بلتن يوسف أحمد داري أعرب عن رضاه التام بالمشروع ودوره الفاعل في مساعدة الضعفاء من السكان لافتا النظر بأن هذا العمل الإنساني يوافق تماما سياسة الحكومة الرامية إلى تأمين الأمن الغذائي للمواطنين كما قدم شكره وعرفانه إلى شركاء التنمية بالبلاد خاصة البرنامج الغذائي العالمي ومنظمة كيرة الدولية على هذا الدعم السخي هذا ونشير بأن الشركاء قد حددوا مناطق لتنفيذ المشروع إضافة إلى تنوير المسؤولين الإداريين والسلطات التقليدية بالمحافظة عن مدى أهمية هذا المشروع الذي يعين في تخفيف الأعباء وتسهيل الحياة للسكان بمقاطعات بلتن بهذا الخبر من مدينة بلتن منه معكم هذه النشرة دمتم بجعب الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله